لم يدر في خلد عاملين في شركات غربية أن نهاية مسارهم الوظيفي في مؤسسات تموا إليها لسنوات سيكون من شاوها البحر الأحمر حيث يطلق الحوثيون نيرانهم من اليمن باتجاه بعض السفن لظنهم أنها تقدم خدماتها لإسرائيل شركات تكنولوجيا لوجسية غربية كانت أعمالها تسير كالمعتاد قبل أن يتأزم الموقف الأمني بمحاذاة باب المندب فاختلطت حساباتها وتضررت عوائدها فآثرت التضحية بعشرات من موظفيها لألا تخرج من إطار هذه السوق المحفوفة بالمخاطر فليكس بورت الأمريكية المختصة في إدارة سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية بما في ذلك إدارة الطلبات والتسليم وتمويل التجارة والتأمين لم تصمد أمام الواقع الجديد في سوق الملاحة لتقرر الشركة البالغة قيمتها السوقية ثمانية مليارات دولار التضحية بخمس موظفيها أي بنحو خمسمائة شخص يعيلون مئات الأسر الأمر ذاته ينطبق على مواطنتها فليكس ومقرها سياتل التي سرحت تسعة وتسعين موظفا يمثلون ثمانية وثلاثين بالمئة من قوتها العاملة قرار تزامن مع تصريح مناقض لرئيس التنفيذي للشركة كارل سيبرتش أكد فيه أن لديها رصيدا نقديا كبيرا جدا كما أنها ماضية قدما في توسعاتها بدورها أتمت فوركايس عملية تسريح 15% من العاملين لديها ذلك أن الشركة التي تقدم خدمات تتبع الشحن لعمالقة المنتجات الاستهلاكية من قبيل لستلي وبروكتر وغامبل وكوكاكولا إضافة إلى عملاق تجزئة غولمارت تريد تحسين ملاءتها المالية وهو قرار عزاه الرئيس التنفيذي مات ألين كاغل إلى الضغوط التي يمارسها العملاء والمستثمرون في الشركة بهدف خفض تكاليفها إذ تشتريط الشركات الكبرى استقرارا ماليا للتعامل معها شركات أخرى مثل كونفوي وقعت في شرك الإفلاس إذ تسببت صفونة الأجواء قرب خليج عدن في تبخر معظم قيمتها السوقية التي لامست أربعة مليارات دولار حتى عهد قريب رياح اليمن لم تأتي كما تشتهي هذه الشركات لتجد نفسها مكرهة على المشاركة في فاتورة الواقع المتأزمي في البحر الأحمر